ايه خدمات مثلا المولود الجديد يعني عمله ايه؟ انت عايز حضرتك تطلع رشادة ميلاد عايز تعمله تطعيم وعايز تجيب له دعم لبن وعايز تضيفه على بطاقة التموين وعايز تحطه في التأمين الصحي حلو كلام جميل اوي خلاص انا كل ده هعمله على التليفون وانا عاد في بعضنا بالزبط هو ده يعني فيه خط كده ماشي على منصة مصر القمية منضيف خدمات وبنعمل بقى ما يسمى بيسموها السوبر عبس او التطبيق وده بقى بنادي واحد مثلا المرأة المعيلة طب هي فقدت العائل عايز تعمل مع مجلس الحزبي وعايز تعمل مع محكمة الاسرة وعايز تعمل في بطاقتها وعايز تتعامل في كل ده عايز تغيره فازاي بديها الخدمات دي بصورة ميسرة طب انا بعرف منين؟ من مشروع الاملاق اللي عملناه في البنية المعلوماتية عشان جمعنا قواعد البيانات ونقحناها وحطناها جنب بعض فبقى تديتني صورة وزائد الربط البني اللي مع الجهات فانا عارف لما بيحصل مولود جديد او متوفي او حد غير شغله او حد بدأ شغل كل ده اقدر اجيبه بالربط البني والبيانات اللي عندي فقدر اقدم خدمة وده هيمكن هنشوف ان شاء الله باذن الله تلاتة وعشرين اول حزمة من هذي التطبيقات تلاتة وعشرين الرابع الاول التاني التالت الرابع بص احنا مش مستعجلين لسبب لان احنا برضو مش مسألة مش مستعجلين عشان احنا بنبني منظومة تكنولوجية جديدة فيها ربط بياني وبنتكلم بقى على ازاي ما قلت الحركة احنا بطيرا نلعب مع الكوبات اه فلازم بياناتنا لازم نقده اه بالزبط فلازم بياناتنا تبقى محوكمة يعني ايه يعني لازم كل جهات الدولة بتتكلم بنفس اللغة لما تتكلم على البيانات تعدي الحركة مثال لما نكلم على عنوان كلها بنيكلم على نفس العنوان لما بنيكلم على شخص كلها بنيكلم على نفس الشخص بالرقم القول بنيكلم على الشركة بنيكلم على نفس الشركة لما أتكلم على محافظة كلنا عندنا نفس كود المحافظة لو عندنا وظيفة يبقى نفس الوظيفة وهكذا فعندنا جزء حوكمة كبيرة قوي شغالين عليه حوكمة البيانات وعندنا جزء كبير قوي عشان خطر تبادل البيانات ده يتم بصورة سالسة وبسيطة وكل جهة تفهم بيانات الجهة الأخرى فيبقى منسهل عملية إحنا بنجمع الخدمات يعني حضرتك 168 خدمة زائد الخدمات اللي هنطلعها ب23 عايزين نصيغها بشكل تاني خلاص واحد النهاردة أنا بابتدي شغل عايزة طلع كعب العمل وعايزة عمل تأميناتي وعايزة أجيب موقفي من التجنيد وعايزة عمل فيه شو تسبيل طب ده أنا هلف لفة طب إيه رجب أن أنا عايزة حطهم لك كلهم في تطبيق واحد ومش ألف ومش ألف ده الأمل هايجو للبيت بالتعاون مع البريد المصري هو ده اللي بيحصل النهاردة بس بيحصل على إحنا لسه الخدمات اللي بتقدم مرتبطة بالجهات دلوقتي ده عايزين نلغي الفكرة دي عايزين يبقى الخدمة مرتبطة بحدث حصل لك في حياتك بدأت الشوك فتحت شركة أو عايز تفتح شركة خلاص غدي بقى حدوتة هقولها لحضرتك ولكن بعد الفاصل تفتح شركة هقول لكم بقى لا بعد الفاصل مش دلوقتي خليكم معانا بعد الفاصل نكمل كلامنا مع المهندس خلال العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي الكلام حلو قوي